تقدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتهناة إلى الرئيس عبدالفتح السيسي وعضاء الحكومة والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المباركة وخلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد مدبولي أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أولى في المرحلة المقبلة وفقا لتوجهة الرئيس عبدالفتح السيسي وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى انقفاض الرقم القياسي العام السنوي لأسعار المستهلكين لإجمالية الجمهورية بنسبة 3% تقريبا خلال شهر مارس نتيجة للخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بالتعاون مع القطع المصرفي لتوفير العملة الأجنبية ترجمة نانسي قنقر